ضغط كبير وتعبئة قصوى بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفيات ضغط يرتفع مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا ما يفاقم نقص الموارد البشرية المتخصصة في الإنعاش والتخدير نقص ليس بواليد اليوم إلا أن الجائحة أظهرت الحاجة الملحة لهذه الأطقم في التخفيف من العبء على الأطر الطبية الخاصة في المغرب كثير، ليس في المغرب العالم كامل لأنه لا يمكن أن نديره طبيب مختص في التخدير في كل قاعة العمليات تكون في جميع العالم في قسم العمليات تكون واحد ثلاثة أو ربعا ديال القاعة ديال العمليات تكون طبيب مشرق ديال التخدير مخصص بيهم ولكن في كل قاعة يكون واحد الممرض مختص في الإنعاش يعرف جميع قواعي الإنعاش وتكون سيدكات سوبيغيور عندهم الباك وتقارى واربع سنين بعد الباك وعندهم اختصاص في هذه المسألة الضور ديال الممرض للتخدير هو ضور مهم جدا حيث كانوا استقريبا تسعين في المئة كي يخدم في الداخل ديال بالكوبيغات واخ ولكن يقدر كذلك يخدم في قسم الإنعاش يقدر يخدم في قسم الغاديولوجي قسم ديال اندوسكوبي هنا عنده عدة اختصاصات استجابة منها للطلب المتزايد على هذه الموارد البشرية بأقسام الإنعاش والعناية المركزة أطلقت مؤسسة محمد السادس لعلوم الصحة لأول مرة تكوينا في الإنعاش والتخدير سينطلق مع انطلاق سنة الدراسية الجارية في خطوة تروم صد احتياجات المجال الصحي من هذه المهنة من هو تكوين لكي يجيباش يستجب الحاجيات فيما يخص ممرض تخدير الإنعاش اللي هو يدخل في مسلك العلاجات التمريضية أو العلوم التمريضية اللي فيها ممرض متعدد الاختصاصات وممرض في التخدير والإنعاش هذا ممرض في التخدير والإنعاش حسب الإحصائيات الأخيرة اللي كانت تستطرات عند وزارة الصحة في 2017 هو ما يتعدش 1300 ممارس ممرض في التخدير والإنعاش على صعيد المغرب كامل الكتافة بالنسبة لهذه المختصين وبنسبة للممرضين عامة كتبقى قليلة وقليلة بالنسبة لما كتستروا منظمة العالمية الصحة خرجوا الدفعة الأولى من هذا التكوين يمكنهم المشاركة في مباريات التوظيف بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية ومباريات التوظيف التي تطلقها وزارة الصحة تكوين سيمكن من التخفيف من الخصاص المهول في عدد ممرضية الإنعاش والتخدير بالمغرب والمساهمة في خلق فرص شغل لفائدة المجال الصحي